يا مساء الخير والسعادة عليكم وعلى كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا في برنامجنا يحكى أن على شاشة القناة الأولى معاكم رانيا السيد بنتقابل كل يوم حد بتبحشوني جدا من الأسبوع للأسبوع اللي بعده مفيش شك إن التليفزيون أكيد ليه سحره الخاص هو اللي تبعنا من خلاله أحلى المسلسلات اللي مهما يعدي عليها الوقت ممكن نعد ونتفرج عليها مرة واثنين وثلاثة لما بتتعرض زي مثلا ليلة الحلمية، بوبت الحلواني، رقفة الهجان وغيرها وغيرها من المسلسلات الحقيقة إن طول الوقت وإحنا قاعدين في البيت لازم كده نمسك الريموت ونفتح التليفزيون ودايما نبقى بندور على مسلسل نتابعه بنحس بحنين لما بنسمع تتري مسلسل كنا بنتفرج عليه زمان وإحنا صغيرين من فينا اللي ناسي الفوزير، من فينا اللي بينسى لامة العيلة قدام التليفزيون في رمضان عشان نتابع فوزير نيلي وشريهان ونستنى عن مفؤاد الحقيقة إنه التليفزيون عشنا معاه أيام جميلة موسلسلات، فوزير، برامج، مفيش حد فينا ما عندوز ذكريات مع التليفزيون ممكن نقول عليه فعلاً صندوق العجايب تعالوا النهاردة بقى نفتح مع بعض الصندوق ده ونعرف أكتر عنه مع الكاتب الدكتور ياسر ثابت اللي هنتكلم معاه النهاردة عن كتابه صندوق العجايب من الدراما إلى المقالب والفوزير بس طبعاً قبل ما نقابل دكتور ياسر وقبل ما نفتح الصندوق مع بعض ونتكلم معاه عن كتابه تعالوا زي ما أنتم متعودين نروح نشوف مع بعض تقرير البستسالر أو الكتب الأكتر مبيعن ونرجع على طول يحكى أن يقدم لكم الكتب الأكثر مبيعاً وذلك في حلقة جديدة من كل أسبوع نرصدها لكم طبقاً لما نوهت عنه دور النشر على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي تنوعت كتب هذا الأسبوع بين الروايات وكتب التنمية البشرية والتاريخ تتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعاً رواية الحلواني ثلاثية الفاطمين للكاتبة الدكتورة ريم بسيوني وهي ثالث الثلاثيات التاريخية للكاتبة بعد ثلاثية المماليك والقطائع يأتي في المركز الثاني كتاب لأ بطعم الفلامينكو للكاتب الدكتور محمد طه ويتحدث الكتاب عن التغيير وتحدياته والصعوبات التي ستواجهك لتحقيقه يأتي بعد ذلك في المركز الثالث كتاب أربع محاولات للحياة وهو تجربة ربعية لأربعة كتاب هم الكاتب مروى سمير والكاتب نشوى صلاح والكاتب أسامة علام والكاتب أحمد عبد المجيد ويعتبر الكتاب مواجهة صادقة مع النفس لمحبي كتب الرعب جاءت في المركز الرابع رواية أقسى من الموت للكاتب محمد عسمط وتدور أحداثها حول مشاعر الخوف من الفقد التي أحياناً قد تكون أقسى من الموت تغتتم قائمة الأعلى مبيعاً برواية الكاتب نور ناجي سنوات الجري في المكان وتدور أحداثها حول العشر سنوات ما بين ثورة يناير وعام كورونا ومدى تأثير هذه المرحلة على جيل كامل وبعد ما شفنا مع بعض تقرير البس سالر تعالوا بقى دلوقتي نشوف مع بعض تقرير لطيف جداً عن رواية حديث الصباح والمساء للكاتب الكبير العالمي نجيب محفوظ وطبعاً هي واحدة من أشهر رواياته وتحولت لمسلسل أعتقد أن كلنا شفناه وكان المسلسل ده بيحمل نفس اسم الرواية وهو حديث الصباح والمساء وحقق نجاح كبير جداً جداً وقت عرضه وهو بيعتبر كمان علامة مهمة جداً من علامات الدراما المصرية كان فيه كامي كبير جداً من النجوم تعالوا نشوف مع بعض التقرير ونرجع على طول رائعة من روائع الأديب النصري العالمي نجيب محفوظ رواية حديث الصباح والمساء واحدة من أهم وأشهر رواياته التي تصدرت قائمة الكتب الأكثر مبيعاً وقت صدورها كما أنها لقت اهتماماً كبيراً من جانب النقاد والقراء والمثقفين تدور الرواية حول عدد كبير من الشخصيات التي تمكن أديب نوبل نجيب محفوظ أن يربط بينهم بشكل مثير للقارئ واعتمد في ذلك على فكرة شجرة العائلة وتعاقب الأجيال أبرز من خلال أحداث الرواية كيف يختلف تفكير الأحفاد عن الآباء والأجداد وأهم التحولات الاجتماعية التي طرأت على المصريين خلال الفترة التي تدور فيها أحداث الرواية تعد هذه الرواية مرآة لحياة الإنسان في كل مكان وزمان حيث نفس البداية ونفس النهاية كما أنها تهدف إلى التأكيد على أن الموت هو الحقيقة الأولى في هذه الحياة وأن عمر الإنسان بين صرخة منه وقت ولادته وصرخة من الآخرين وقت وفاته جذبت الرواية صناعة دراما وتم تحويلها إلى مسلسل تلفزيوني يحمل نفس اسم الرواية وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وقت عرضه وشارك في بطولته عدد كبير جداً من النجوم وأصبح تتر هذا المسلسل بصوت الفنانة أنغام من أهم تترات الدراما المصرية رجعنا لحضراتكم مرة تانية ودلوقتي بقى عندنا لقاء لطيف جداً عن طريق زوم هنقابل فيه برينا سامح برينا سامح هي صانعة المحتوى وهي بنوتة جميلة بتقدم ملاقصات للكتب اللي بتقراها على صفحتها والحيان هي لسه متخرجة السنة دي هنعرف من برينا أكتر إزاي ممكن طالب الجامعة يقدر يوفق ما بين دراسته وما بين كل اللي وراه وما بين كمان إرايته إزاي يقدر يساعد نفسه في دراسته من خلال اختياراته المزبوطة في كل اللي بيقراه وإزاي يقدر يزبط محاضراته ومذاكرته مع كمان إرايته ومع موهبته أو مع الوقت اللطيف اللي بيحب يقضيه وهو بيقراه مساء الخير يا فرينا مساء النور إزايك؟ أنا الحمد لله يكبر حدرتك إيه؟ أهلاً بيكي من ورانا يحكى أنا في القناة الأولى وأنا الحمد لله كويسة وأحب أتكلم معاك يا أكتر بما أنك طالبة جميلة وكمان صانعت محتوى للإراية وللكتب وللملاقصات اللي بتقدميها من خلال المحتوى اللي بتقدميه احكي لي كده ابتدت تقري من وانت عندك كم سنة؟ أعتقد أن أنا كنت بدأت كنت اختلت عداية أول سنواتي في المدرسة كان أول ما بدأت أرى كان وقتها كل صحابي في المدرسة كلهم بيقروا بلا استثناء مع عادة أنا كان كل صحابي في الفصل بيقروا وهنا في البيت ما كانش فيه أي حد بيقرى فالس فكان وقتها وأنا شايفة صحابي كلهم بيقروا كنت بقى كانت معامة يعني خلال حسيت أن أنا متحمسة شوية أنا أرى أن أنا أجرب فبدأت بقى دي كانت بداية أرى تقولها سنواتي أول سنواتي بقى يا فدينة تقدري تفتكي لأول حاجة أرى تيا كانت إيه؟ أنا فاكرة كانت رواية إنسة حياة للكاتب من حمد صادق حضرة شحالك ولا دي كانت اختيارك؟ لأ كانت ترشيحة واحدة من صحابي وكانت لسه بفكر عايزة أرى إيه فأقلت لي إيه ري إنسة حياة هتعجبك وكنت قلتها وأنا فاكرة وقتها حماسي قوي وأنا مبسوطة إنه بالنهاية وإنه إيه؟ إزاي؟ وتمت فيهنيه؟ وكانت صدمت بقى النهاية والنهاية كانت لفة شوية كانت مفاجأة بالنسباني ده معنا يا فرينا إنه دايماً الكتاب الأول في حياة أي حد أو أول مرة بتقري قد إيه بتكون مؤثرة يا إما بالسلبي إما بالإجابة؟ يا إما هتحبي قوي وهتعيشي قوي وهتحسي قوي وتكملي يا إما ممكن ما تحبييش القراية ويمكن دايوة ديني للسؤال اللي هسألهه لك أنت دلوقتي من خلال الملخصات ومن خلال المحتوى اللي بتقدميه أنت أكيد بيكون ليك عامل في أنك ترشحي كتب لكل اللي في سنك ولكل البنات والولاد اللي في سنك وده أكيد بيكون بيأثر فيهم إيه اللي بترشحيه لهم؟ إيه اللي بتنصحيه بيهم؟ إيه اللي دايماً بتكوني حريصة؟ إنه هو يكون موجود في الكتب اللي بتقولي لهم يختروها ويختروها إزاي؟ يمكن دايماً لما أنا حد يتقل الكلامي مش مجرد أن أنا مثلاً بنازل فيديو عن كتاب عجبني لما حد يدخل يسألني بقى عن ترشيح مخصوص أو رشحي لي حاجة أقراها أو كده دايماً بحاول أتكلم مع الشخص الأول اللي هو أعرف عندي كم سنة إيه نوع الكتب اللي بيحب يقراها؟ يعني لو حد مثلاً ما بيحبش يقراها في حاجات نفسية أو حاجات رعب فببعد تماماً عن الجوزء ده إيه الرواية اللي بتعجيبه؟ إيه رواية اللي بتعجيبه؟ إيه رواية اللي بتعجيبه؟ من الأدب عايز يجرب حاجة جديدة يعني دايماً بحاول إن أنا إنها بحاول إن أنا مرشحش الروايات مثلاً اللي بتعجيبني أنا يعني أكيد برشح روايات عجباني بس اللي هو مش أكثر روايات بحبها إن أنا بحاول مثلاً أشوف الأول الشخص اللي قدامي هو بيدور على إيه؟ أو هو إيه رواية اللي هو نفسه يقراها؟ وهو بيدور أساساً في نوع إيه؟ عايز يقرا إيه؟ إن أنا لو مثلاً حد يجي تكلم معي إن هو رشحي دي رواية بس هو مثلاً حد لسه صغير وأنا رشحت اللي رواية ربعمائة خمسمونة صفحة لسه بيبدأ إرائيه هو مش هي كمال بالزبط ممكن يزهر دايماً بحاول إن أنا أتكلم مع الناس أي حدي بسألني على رواية اللي هو طب أنت بتدور على أي رواية اللي حابب تقرى فيها؟ بتقرى رواية طويلة ولا لأ؟ إيه نوع المفضل لك؟ وبشوف من كتابه المفضلين برضو بحاول أنا دايماً أرشح حاجة قريبة لو هو حبيب حاجة قريبة أو برشح حاجة مختلفة لو هو عايز يرى بقى حاجة مختلفة ليه فكرت تعملي فيديوهات في المحتوى اللي بتقدميه؟ ليه علاقة بملاقصات الكتب؟ من وجهة نظرك إيه الاستفادة اللي ممكن تعود على كل اللي بتفرجوا على الفيديو بتاعتك من خلال ملخصات الكتب اللي انت بتقريها؟ لماذا الأول أنا عملت فيديوهات من خصوص الكتب؟ لأن الكتب بالنسبة لي كانت شيئاً كبيراً أو بذات فترة كورونا لما جئي وأنا كنت أربع شهور تماماً قاعدة في البيت ما بعملش أي حيطة كبتنى والحيطة حرفياً كانت الكتب هي الحاجة الأنفذيتني هي الحاجة التي كانت تديني بشأنني أكمل اليوم وأنني أكمل فالكتب بالنسبة لي حاجة كبيرة قوية فأنا كنت أحسن أن أنا عطولة ما بكلم عن الكتب بعض الكتب كثير قوي قوي ممكن تفصل بالساعات وكان في فترة بقى صحابي زيهي قمني صراحة نستعملوا كثير فقعدوا يشجعوني أن أنا أبدأ بيت وأن أنا أشارك شغفي ده مع الناس أكتر أيضاً وأنت شايف أن ده بيشجع الناس أكتر على القرية؟ يعني هو في الأول لما بدأت كنت ممكن ناس مثلاً اللي هو كاخد ترشيحات ماني بتاع لحد ما بدأ يجي لي كذا كومنت أن الناس مثلاً كتوقفت قرية بقالها كذا سنة وأنه هو لما شافوا الفيديو بتاعي نزلوا شتروا واي ورجعوا يقروا ثاني دي كانت بالنسبة لي حاجة كبيرة قوي اللي هو أنا ساعتها حد أنه يرجع يقروا إليها في في ناس بدأت فذي كانت بالنسبة لي صراحة أن ذي كانت حاجة كبيرة قوي كانت تقومت اللي بتبسطني قوي اللي هو لا بحس أن أنا بعمل حاجة فعلاً لذيذ طيب خلينا أقولك لو طالب جامعة دلوقتي أو طالبة جامعية عاوزة تبتدي تقرأ أو عايزة تقرأ إزاي ممكن تخصص وقت للقرية وتفتكري هل ممكن طالب الجامعة يختار اللي هيقرأ فيه يكون ليه علاقة بدرسته فبالتالي يبقى بيمارس هوية ليه أو يبقى بيستفيده في نفس الوقت ممكن يكون بيزود نفسه علمياً أو ثقافياً على حسب إيه نوع دراسته بالنسبة إزاي ينظم وقته يعني أنا دايماً بشوف أن أنا الكتب بالنسبة لي مش حاجة لهو أنا بستنى لما ألاقي لي ساعة فاضية أو بتاعنا لو أنا بدلت مستنية لما أفضع عشان أقرأ إن أنا عمري ما هلأي أي وقت فاضي بالنسبة لي إن الكتب تبقى حاجة إن هي تبقى حاجة كنا في ديلي روتين بتاعنا بكرة ورايا مثلاً الجامعة فأنا محتاجة أنزل عندي حضرة واحدين ثلاثة عندي امتحان في حياة تتسلم ورايا شور دايماً بيبقى عندي في يومي كده ساعة ساعتين سايبهم فاضين تماماً ده كده في آخر اليوم بقرة فيه إن أنا قاعدة كده بقرة يعني بالنسبة لي الإراءة حاجة حاجة أساسياً يا حاجة بتسليني حرفين قادرة تنفس فها بالنسبة لي حاجة أساسية فحاجة أنا دايماً بخلق لها وقت حتى لو أنا عندي كذا حاجة لازم أصيب وقت فاضي للإراءة جميل فأنا شايفة لو حد عايز ينظمه بتاع إن هو لازم يخصص وقت في يوم مش لازم بس مش معنى إن هو يكبر نفسه يقرأ أو إن هو لأ أنا عندي ساعتين نهاردة هقعدة وقرأ الساعتين يعني عشان أنا ضد إن أنا أي بني آدم يكبر نفسه يقرأ لو هو مثلاً مش في المود أو كده بس بمعنى إن هو تبقى حاجة أساسية زي ما إحنا مثلاً نبقى مجبورين كتير ورانا شغل ورانا كذا حاجة بخصص و بنلاقي وقت إن إحنا نكلم شحبنا نتضمن عليهم نخرج نتبسط فهو دايماً بشوف إن أنا بالنسبة لي الكتب دي هي الحاجة بقى اللي تبسطني فإن أنا أ أخصص وقت النفس يا ده بيعتبر الوقت اللي أنا سيبهولي أنا الوقت اللي أنا بديهولي يبسطني صحيح فإنه دايماً لازم أسيب لي وقت معين في يومي إن ده بس للقرأة جميل أنا بشكرك جداً يا فرينا مرسي وإن شاء الله نتقابل قرأة تانية على خير فرينا سامح صناعة المحتوى كانت معاكم ومعانا دلوقتي عن طريق زوم خلونا نطلع الفاصل ونرجع نكمل حلقتنا مع حضراتكم وعلشان الفقرة اللي جاية نبقى نتكلم عن صندوق العجاية بيجي عنا لحضراتكم مرة تانية ومعنا ومنورنا دلوقتي الكاتب الكبير دكتور ياسر تابت والذي هنتكلم معنا هاردة عن صندوق العجائب وزي ما قلت في بداية الحلقة هنتكلم عن تفاصيل كتيرة جداً ارتبطنا بيها في الدراما للمقالب للفوزير من خلال كتابه الجديد سأل خير يا فعندب بزا خير أهلا بحضرتك الله يخير وطبعاً هو فعلاً صندوق العجائب شفنا فيه كل حاجة اتعلمنا منه كل حاجة اتسلينا واستمتعنا وحسينا وعيطنا وتأثرنا وحبينا وحسينا بكل حاجة حلوة يمكن فعلاً من خلال هذا الصندوق ابتديت منين كتاب حضرتك وإيه اللي كنت حابب تبتدي به الكتاب عشان تقدر تتكلم عن صندوق العجائب اللي هو التليفزيون والحقيقة فيه سببين ان انا فكرت في الكتاب ده وخصوصاً ان احنا بنتكلم عن دراما صانعة للوعي والتفكير وفي نفس الوقت نافذة مهمة جداً زي ما حضرتك قلتي للتسليع والترفيه وده جزء اساسي لا يمكن انكاره من العمل التلفزيوني وبالذات الدرامي طبعاً الدراما المصرية صانعة ورائضة والحقيقة ان احنا لينا طعمنا الخاص جداً يمكن ملوش علاقة باي حاجة اكتر من انه احنا صنعنا دراما حقيقي مختلفة بالضبط وده برضو يقودنا الى السبب التاني انه انا قعدت افكر انه فيه اثناء يعني التفكير في المشروع كتابة الكتاب ده اللي استغرق على فترات متقطعة حوالي اربع سنين يعني متقطع على اربع سنين كل شوية عايز اضيف حاجة معينة لي ما اشتغلتوش بشكل مباشر فيه لكن على فترات خلال اربع سنين عشان احط الحاجات اللي انا بحبها لقيت انه فيه مهم جداً احنا نتكلم عن الدراما التلفزيونية وان التلفزيون بشكل ازاسي من خلال الاعمال والقوالب المختلفة اللي تقدمت في التلفزيون في مصر فاهتمت جداً اشوف الصهرات الازعية والاعمال الدرامية والتلفزيونية والاشكال والالوان المختلفة للتلفزيون والاعمال اللي انتجها التلفزيون عبر سنوات طويلة صحيحنا بدينا مثلا من أرسل عمائة وستين تقريبا وصهرات إذاعية وتمثليات بس بديت أنتبه طب إيه أول مسلسل لفت النظر طب إيه أول مسلسل الناس بتدوا يتفرجوا عليه وكان كم حلقة وكان شكله إيه بالضبط وكان طبعا فيه أشياء ناس كتير يجهلوها أنه عدد من هذه الأعمال كانت تصور مباشرة على الهواء مباشرة يعني إحنا عصرنا في مصر أعمال درامية كانت تمثل وتؤدى تقريبا على الهواء مباشرة فالناس كانوا بيشوفوها وأنا عصرت جزء منها لدرجة أنه فيه مسلسل كان القاهرة والناس قال صعبين 72 أنا فاكره كويس جدا كان بتعمل في وقفات معينة للموسلين بيقفوا عند لحظة معينة عشان يعملوا فاصل بعدها تخيالي ويرجعوا بعد الفاصل يكملوا المشهد على الهواء فإحنا بنتكلم على الدراما حقيقية مسلسلات بدأت مثلا لمن ناحية اللي هو أول مسلسل تقريبا يذكر فعليا في الدراما التفزيونية المصرية قال صعبين 62 طبعا إخراج المخر الكبير حسين كمال وتأليف كوثر هيكل وكان برضو لفت النظر كان في سهير البابلي وكان في سيوز نبيل وعبدالخلق صالح في مجموعة من الممثلين المشهورين أو المعروفين في تلك المرحلة بتادي تنتبه أنه لمن ناحية بعد ما جيه ابتدى يظهر مسلسل كسر الدنيا في مصر والناس ابتدوا يتابعوه اللي هو هارب من الأيام مسلسل طبعا إخراج نور الدمرداش المخر الكبير وقدم طبعا تقفية دانو وعدم هلمي وطبعا عبدالله غيث وكان الناس متابعين المسلسل ده باهتمام لدرجة برضو تاني كان من المسلسلات اللي كان كل الناس بيسيبوا أشغالهم وبيتفرجوا عليه والشوارع كان بتاخله أثناء مشاهدته بتادي بعد كده ابتدت أشوف القط الأسود وانت طبعا لغاية دلوقتي بإفهاته لسه موجود القط الأسود إخراج عدد صادق برضو ابتدت أشوف أنه في ناس كله وكان لغاية دلوقتي فيه كلام من اتقال من مسلسل القط الأسود بيستخدم في الفيسبوك والسوشال ميديا وفيه تعليقات الناس وأفشاتهم كمصريين بتادي كمان أشوف الضحية الضحية برضو رجعنا لنور الدمرداش وعبدالله غيث والأداء الدرامي المميز أحيانا المسلسلات دي وده الشيء اللفت أنه أحيانا العددها ما كانش كبير لتلاتين حلقات بعضهم تمان حلقات بتادينا بتامان حلقات وبعدين خمستاشر وبعدين تلاتسين بالضبط ودلوقتي فيه رجوع لمسلسلات الخمستاشر والتمانية حتى لأنه ابتدوا التشوء نقلل عدد الحلقات شوية ونسرع الإقاعات بالضبط بس فكرة المسلسل الواحد المسلسل الواحد اللي كان بيجمع مصر والبلاد العربية كلها في وقت واحد سيزن واحد مسلسل واحد في رمضان هو مسلسل واحد بس اللي كل الناس بتتفرج عليه انتباعات حضرتك ايه عن الموضوع ده وشايف قد ايه ده كان بيضيف للمتعة أو بيضيف للعمل كعمل بكل تأكيد كانت الدراما التفزيونية المصرية خصوصا هي دراما رائدة في العالم العربي كانت لها جمهورها الواسع على امتداد الوطن العربي بيش على مستوى مصر طبعا وقد ايه قربتنا كمان من بعض يعني قد ايه قربتنا من الاحياء المصرية والتباع المصرية والاحياء الشعبية وقد ايه خلت وطن العربي وكأنه عايش معنا في مصر وكأنه بيعلم تفاصيل حياتنا المصرية البسيطة بالضبط واللهجة المصرية واللهجة المصرية ده اكيد كتير تعلموا فيها انه اللهجة المصرية اصبحت اكثر اتشارة واكثر تحبوبا للجمهور العربي بشكل عام لكن مهم ان احنا برضو نبص للدراما المصرية يعني فيه تقسيمات كتيرة جدا للدراما المصرية فيه دراما كان مأخوزة يعني يمكن اقول فيه تلات تصنيفات على الاقل اساسية وفيه فروع اخرى فيه فرع مثلا بيتكلم على الاعمال المأخوزة عن اعمال روائية على سبيل المثال طبعا زي اعمال نجيب محفوظ فيه حاجات كتير زي حديث صباح مساء اللي حضرت اشارتي ليه زي انه احيانا زي اعمال درامية كان هارب من الايام لثروة ابوازة زي اعمال كتير اتخذت من افرح القبة على سبيل المثال وطبعا نساسلات الحديثة نسبيا وغير وغيره كانت محفوظة المال والبانون والمال والبانون فيه اعمال كتير متاخذة من اعمال روائية لكن نيجي بعد كده فيه اعمال غير روائية حاجات تانية كانت موجودة كمان ظهرت الاعمال التاريخية زي اللي عمل حاجات الاعمالها مثلا نور الشريف في عمر بن عزيز وهرور رشيد وما الى ذلك والاعمال الوطنية كمان بالضبط وشنان سبق رقفة الهجان والحب الغير مشروط اللي كنا بنحبه للمسلسل وما زلنا طبعا بنحبه للمسلسل ده المسلسلات بقى الدينية والوطنية هي اللي اخدت المنحة التالت اللي حضرتك بتقولي عليها مع اعمال تراثية انتشرت برضو كساسرة زي جوحة وعلي الزيبق وما الى ذلك من اعمال تراثية عربية بشكل عام فاحنا امام تصنيفات وتقسيمات لانه مهم جدا واحنا بتكلم مع التسلية والترفيه والاعمال الدرامية وصناعة الدراما في مصر والعالم العربي ننتبه الى التقسيم جنر الانواع الاشياء اللي بتتقسم بيها الاعمال ديت عشان نفهمها اكتر منفعش مقارنة نوع وشكل وتأسيمة مع تأسيمة تانية صحيح انه اتطورت اعمال التلفزيون من مصر وابتدت تظهر اعمال اكثر ارتباطا بالمجتمع اكتر مع تطور الوقت زي لالي حلمية مثلا طبعا وانه عكاشة كان هو عمل نقلة مهمة جدا جدا في المجال دي لانه الراجل ده طبعا الراجل عظيم جدا انه عكاشة من 1941 ل2010 الراجل ده بدأ بكتابة قصة ورواية وبعدين انتقل الى اعمال الدرامية في احدى الثورة في عالم الكتابة التلفزيونية اللي بتتكلم عن قضايا بالغة الاهماية تحولات الاجتماعية تتكلم عن حاجات مهمة زي كمان اجتماعية وعاطفية وانسانية وكان فيها تفاصيل كتيرة جدا والحقيقة انه ده يخليني اسأل حضرتك عن ارتباط المشاهد بالاسم لانه في بعض الاوقات كان مثلا كاتب كبير زي الراحل اسامة انور عكاشة كان المشاهد شخصيا مرتبط باسمه يعني العمل كان بيتقال باسمه كان المشاهد بتقال انه مش بس لايه الحلمية لا ده الكاتب اسامة انور عكاشة كان فيه زمان فيه البراند الرئيسي بينسب للمخرج زي النور الدمرداش زي غيره زي غيره عدل صادق جات فترة انه المشاهد المصري والعربي ارتبط باسم المبدع وليس اسم العمل ده اول تحول العمل لأسامة انور عكاشة هو النجومية حتى اسماعيل عبدالخافز مع سنائيته ومع اسامة انور عكاشة اصفرت عن اعمال بالغة الامية زي الشهد الدموع وغيره ولاية الحلمية وغيره الاعمال ده يتبيئة باجزائها يعني هو كان مهتم جدا بالكتابة الاجزاء اللي بتكلم فيها رصد لتحولات الشخصية المصرية وفي نفس الوقت للازمات الاجتماعية زي ما انه كان بتكلم تحولات بشكل مختلف عن الاخرين وده يوديني برضو لسؤال تاني اهم وهو الاجزاء لانه احنا عشنا يعني عشنا حقبة زمنية من عمرنا بنتابع اجزاء للمسلسلات وبنشوف الشخصيات وهي بتجبر وبنتابع مسار الشخصيات اللي حد بناها في اي عمل من الاعمال حضرتك كنت معا او في رصد حضرتك في الكتاب كنت معا ولا ضد الاجزاء وهل شايف ان كل الاعمال اللي اتعملت لها اجزاء كتير الاجزاء الجديدة اضفت لها ولا كان ممكن نفضل عايشين مع الزكرة الحلوة او مع النهاية المفتوحة او مع التفصيلة اللي كينا عايشين فيها في الجزء الاول وما كناش نكمل في اجزاء تانية وبرضو تاني عشان نبقى منصفين كان هو صاحب فكرة الكتابة الاجزاء وكانت نجحة جدا لانه كان عنده مشروع في الكتابة وفكرة الكاتب اللي عنده مشروع بتفرق جدا جدا هو مهموم بقضايا معينة مهموم برصد اجتماعي وتاريخي مهم جدا للمجتمع ووقعه الاجتماعي بشكل كتابة وقعية غير خيالية ولو لاحظت انه كتاباته دائما بتلابس الوقت مع الواقع المعيش للناس في مصر وبيرصد سواء اسكندرية اللي هي كانت يعني موطنه ومقصده وحبه الاساسي او الوضع في القاهرة واحياء الشعبية جميل اسمان العركاشة هو الذي جعل وادخل بالفعل للضرامة التفزيونية المصرية فكرة الاجزاء بعده كان في صعوبة شديدة انه تنجح فكرة الاجزاء للأسف الشديد ربما لان القلم كان متصق تماما مع فكر تسلسل ضرابي وكان في عنده رصد تاريخي يعني دائما كان يربط الفكرة بتحولات اجتماعية وتاريخية موجودة في المجتمع فعشان كده هتلاقي ان مسلسلات الاجزاء شي باختفت بعدين بس احنا كملنا شوية في مسلسلات الاجزاء مش بس كده احنا كان عندنا مثلا المسلسل من المسلسلات الوطنية اللي حققت نسبة مشاهدة كبيرة جدا ونسبة نجاح كبيرة جدا مش بس كده انا بتكلم عن مسلسلات الحديثة زي الاختيار صحيح مثلا وكنا سعداء جدا بانه في عمل وطني بيقرب الاجيال الجديدة من انجازات بلده وبيقرب الاجيال الجديدة بشكل المتطور الحديث والكل حبه وكل تابعه بكل الاعمار فالحقيقة انه سلسلة الاجزاء كملت كمان بعد العصر اللي بنتكلم فيه هي مكملة لحد دلوقتي هو جزئيا انه فكرة مثلا رأفة الاجزاء على سبيل المثال اخذت اجزاء لانه كان فيه وصائق من اوراق من اوراق المخابرات العمل الوطني في ذلك الوقت وكان فيه اهتمام شديد بتقديم تفاصيل مهمة جدا والاختيار لانه جانب منه مش بس هو دوكيو دراما فيه توسيق وفيه توسيق فيه فترة حفلة وزخيرة بالاحداث في تاريخ مصر فبالتالي تحملت عبء كبير جدا انه يتقدم كل هذه التفاصيل فيه اجزاء لكن احنا بنتكلم على الاعمال الاجتماعية هتلاقي قليل هتلاقي فيه اختفاء ليها انما الحالات اللي هي مسلسل وطني كبير ومشروع ضخم زي رقفة الهجان تحمل فكرة انه يكون كريم كان حالة خاصة جدا رقفة الهجان رقفة الهجان احنا لحد النهار ده لما بنسمع بس تتري المسلسل بتاعه لما بنسمع مزكته لما بنسمع عمر الشريعي طبعا يعني ارتبطنا بيه ارتبط وجدان ارتبط برقفة الهجان هوانم جاردن سيتي مثلا يعني فيه فيه اعمال كده الحقيقة محفوظ عبد الرحمن في بوابط الحلواني بس اتعايز اتكلمي على انه اجزاء من الاعمال يعني المجتمعية والاجتماعية هتلاقي انه اسامة العكاشة كان المؤسس لها كان المؤسس محفوظ عبد الرحمن مع اهتمامه الشديد بالتوصيق التاريخي ورجل يعني كاتب سينالي عظيم سواء في الدراما او في التلفزيون اي كان فيه اهتمام تلفزيون او حتى السينما كان فيه اهتمام شديد بانه كمان يرصد تحولات تاريخية في المجتمع وكان شديد الاتبان بدقة التفاصيل وده من الحاجات اللي كانت تحسب عليه في الكتابة اللي هي بتتكلم على الانسان كانسان ومجتمع وواقع ربما كان اسامة له خطه الخاص والمتفرد اكيد اكيد هو طبعا تفرد ونجح وصاب علامات لا تنسى في الدراما المصرية بشكل كبير جدا جدا لمست وجدانا ومشاعرنا وذكرياتنا وحياتنا وكل ماضينا وتفاصيلنا الحلوة يمكن الحقيقة ان هو كان مؤثر فيها طبعا بشكل كبير جدا هنرجع نتكلم عن السيارة الذاتية بس بعد الفاصل شفنا مع بعض تقرير طبعا عن اشهر الاعمال الدرامية اللي قصرت فينا وقصرت في وجدانا وما فيش اي حد فينا ينفع ننساها وزي ما كنت بقول في المقدمة لو حد مننا كده سمع بس تتر مسلسل منهم او سمع اغنية من اغاني الاعمال دي او شاف لقاءات مع نجوم الاعمال دي ما اعتقدش ان هو ممكن يتحرك من قدام صندوق العجايب او يتحرك من قدام التلفزيون نرجع لدكتور ياسر ثابت اللي بنوارنا مرة تانية وعايز اتكلم شوية عن السيارة الذاتية الحقيقة ان احنا عندنا اعمال كتيرة جدا ناجحة جدا تكلمت عن السيارة الذاتية لشخصيات مهمة قوي في تاريخنا الفني والدرامي والثقافي والسياسي والغنائي يعني اتكلمنا عن اعمال كمان درامية ليها علاقة بالسيارة الذاتية كتيرة جدا ده حقيقي يعني فيه اعمال توقف عندها المشاهد المصري والعربي كثيرة زي مسلسل ام كلثوم على سبيل المثال من المسلسلات اللي الناس وقفوا عندها لانها بتتكلب على السيارة الذاتية ومع همية الشخصية ديت وتحولها الى دراما واختيار الشخصيات طبعا في كل مسلسل كان بيختار نمط المناسب ليه كان في مسلسل ام كلثوم فيه اهتمام شديد ببعض التفاصيل الخاصة بهذه المطربة الكبيرة اللي هي كانت تلقى بكوكب الشرط واهتمام بنشأتها ظروف نشأتها بالاشخاص المحيطين بيها وما كانش بيبخس هذه الشخصيات المهمة دورها في صناعة نجومية ام كلثوم وده كان جزء من نجاح الشخصية اللي كان بتقدم واللي قدتها ببراعة طبعا الفنانة صابرين عندنا بقى كمان الحقيقة الطابع المصري الخاص جدا خفة الدم، الدحكة الحلوة، الهزارة الحلوة، الفزورة، النكتة مش هننسى نيلي، مش هننسى شريهان، مش هننسى فطوطة العظيم سمير غانم، مش هننسى الحاجات تي كلها ابدا هو صحيح يعني فيه ناس كتير ربما اللي يعني ما عصروش او مش متابعين ما يعرفوش انه ثلاثي ادواء المصرح سمير غانم وجورسيدهم وضيف احمد ربما رحمه جميعا كانوا هم اول من ادخل تقريبا الفوزير الى التلفزيون المصري والاعمال التلفزيونية وقدموا عمل ناجح جدا وقدموا كمان في زي ما قدموا في الازاعة قدموا في التلفزيون شغل فوزير عظيم وعلى اعلى مستوى توقفت فترة وبعدين يعني ظهرت نيلي بكل الوهج والتقلق في سلسلة طويلة من الاعمال وطبعا برضو مخرجين كبار شاركوا معها وقدموا الاخراج العظيم للفوزير وايضا كمان بعد كده ظهرت شريهان لتكمل مسيرة باعمال مبهرة الابهار اللي كان موجود التأثر اللي كنا بنتأثر بيه الاطفال احنا كنا اطفال يعني فكرة ان الفزورة تأثر في الطفل بالطريقة دي او في الطفلة بالطريقة دي احنا كنا الحقيقة يعني بنصنع تاريخ احنا كنا بنصنع اجيال عن طريق صندوق العجايب وعن طريق الابهار اللي كان بيتقدم والمتعة اللي كانت بتتقدم صحيح وحتى الكوريوجرافي اللي هي بتاعت فن التصميم الرقصات حسن عفيفي وغيره وغيره كان الناس بيتابعوها وبيهتموا جدا بالرقصات بتاعت الفوزير نيلي والشريهان وكمان الناس كانوا بيهتموا بالكسيم اللي هو الازياء اللي هي طبعا كبتظهر بيها بشكل مبهر سواء نيلي او من بعدها شريهان الناس كانوا بيهتموا بفستين والملابس والاشياء اللي بتقدم وكانت يعني حكاية والأداء والرقص والحركة والمزيكة وكل حاجة وفعلا الأطفال والشباب كانوا بيتأثروا بالشدة بهذه الفوزير لأنه كان بتعرفوا زون من السنة إلى السنة وتلاقي بيتصابقوا على حفظ الكلمات والأداء بتاعها اللي يعني لا يمكن نسيانه حتى هذا الوقت ده كنا بنتصابق على حفظ الأغاني والحركات ده مش بس الأغاني ده الأغاني والحركات وكان بتقدم يعني كان حتى التصوير بيستمر حتى مع بدايات شهر رمضان ويلحاوا عشان تتقدم لدرجة أنه فيه حلقات كانت قابلها بليلة كان بتجهز بالفوزير من كتر ما فيه جهد وفي عمل مخلص عشان يقدموا حاجة طرفي هي تذكر وتضاف لرصيد التلفزيون المصري والعربي في ترك المرحلة ظهرت بعد كده تجارب أخرى لكن يظل مع كل هذه التجارب حتى شارك فيها عدد من فنانين عرب زي مريم فارس برضو شاركت في فوزير زي غيره وغيره لكن ظلت فوزير القديمة الأولى اللي هي الأساسية حتى شيرين رضا عملت برضو فوزير لكن ظلت فوزير الأولية بتاعت نيلي وشريهان ومن قبلهم فوزير ثلاثي أدواء المصرح وعمه فؤاد وعمه فؤاد طبعا كان طابع خاص جدا جدا كان بيخاطب فيه الأطفال وبيخاطب فيه الأطفال بذكاء شديد وبخفة ظل شهيرة ومعروفة عن فؤاد المهندس لأنه عمه فؤاد راح يصطاد بيلف بلاد كانت سلسلة طويلة جدا جدا من الفوزير اللي جاذبة للأطفال وصغار السن وحتى الأجيال الشابة اللي كانت بتشوف نفسها في هذه الفوزير وكانت بتقترب أكثر من هذا الطبع المختلف لواحد زي فؤاد المهندس حاولوا حتى مع محاولات عبد المعلم مدبولي برضو فيه أعمال أخرى في وزير أخرى لكن يظل فؤاد المهندس في سلسلة عمه فؤاد برضو يعني بصمة لا تنسى في تاريخ الفوزير التفزيونية مصرية حقيقة نتكلم شوية عن برضو الحقيقة حضرتك يعني ذكرت مسلسلات كتيرة من العصر الحديث ذكرت أعمال نكحة جدا حققت نجاحات كبيرة جدا عايز أتكلم عنها وعايز أتكلم عن سبب اختصار حضرتك فيها وشايف إيه اللي بيميزها عن أي أعمال تانية ممكن تكون قدمت في العصر الحديث يعني هو في أعمال كتير توقف عندها الناس أنا شخصية بذائقة اخترت بعضها وكتبت عندها بتفصيل شديد يعني حسبيني المثال مسلسل سبع جار سبع جار أنا بشوفه المسلسلات اللي عملت اختلاف شديد عن كل ما سبقها من أعمال هذا كان طبيعي وبسيط وقريب وتلقائي وتلقائي ومعظمهم مش ممثلين حقيقيين فيما عدد طبعا عدد قليل منهم سبي مغاوري طبعا وفنانة شيرين وطبعا ده لعب العزيز الله يرحمها وعدد كبير منهم كانوا يعني أسماء كبيرة لكن في عدد كبير منهم كانوا بيمثروا الأول مرة وتلقائيين اللفت النظر أنه تلات مؤلفات وتلات مخرجات نقلوا صورة مختلفة ربما بنظرة ربما المرأة لها قدرة على التقاط تفاصيل ربما لا يلتقتها يعني الرجل فظهرت في الشاشة جزيرة غمام تكلمت كمان عن جزيرة غمام وطبعا لا السيناريست والكاتب الأستاذ عبد الرحيم كمال طبعا خلسفي وصوفي كان عمل مختلف تماما في مستويات كتير لقراءة جزيرة غمام اللي شهدوا الناس هل هي قريبة أريبة من فكرة فاوست اللي هي فكرة الشيطان والروح هل هي قريبة من أعمال الصوفية والفلسفية هي جامعة لكل هذه هل هي قريبة هل هي بتتكلم فقط عن على سبيل المثال مناطق في يعني صعيد مصر هل هي بتتكلم عن فكرة الصراع بالخير والشر كل الحاجات دي كانت موجودة في جزيرة غمام والاكتشاف الحقيقي ليس فقط زي أحمد أمين عمل دور عظيم جدا ما كانش حد يتصور ده أحمد أمين هقدم في جزيرة غمام هذه الشخصية العاشقة المحبة الجميلة زي أدوار كده بيلمع بها الممثلين كمان اللغة اللغة التي كتبت بها كتبت بها المسلسل ده يعني حقيقة كتاب عظيم بالضبط في مستوى عظيم للكتابة الفلسفية والصوفية والجمل اللي هي ممكن تحفظيها وتفتكريها حتى بعد المسلسل صحيح صحيح وفيه طبعا اتكلمت كمان عن الكبير قوي طبعا ووصفته ببيت الموهبين الموهبين صحيح لأنه كان أنا بصراحة بقول أنه مسأل كبير قوي نموذج برضو مختلف جدا جدا طلع في سلسلة وكل سيزن وكل موسم كان بتقدم بشكل مختلف أحمد ميكي فنان زكي طبعا ومشهور بأنه فعلا بيستعين بالأسماء الموهوبة وناس كتير كانوا طبعا دونيا سامير غانم أبدعت وتقلقت في المسلسل ده ورغم يعني أول ما تقال أنه دونيا سامير غانم اعتذرت عن عدم إكمال المسلسل لظروف أو انشغالها بأعمال أخرى لكن يعني استعان بالموثلة رحمة أحمد وقدمها في دور عظيم يعني اكتشفه موهبة جديدة فيه اهتمام شديد بعدد جدا من الموثلين ربما يكونوا نسبيا كانوا مغمورين قبل كبير قوي والكتابة وتناول والمزج بين أنه منطقة غريبة أو المزاريطة المزاريط ورغم ذلك بيتكلموا في التكنولوجي بيتكلموا في الواتساب بيتكلموا والكاركترز والشخصيات والتعليقات والشخصيات اللي اتعاملت والمهد المبزول أنه يقدم شخصيات الناس لغاية دلوقتي ده بعضهم اتحولت إلى آيكون آيكونات تتعمل في أفلام ومش بس المسلسلات تانية صح يعني ده مهم جدا جميل حقيقة نو إحنا حسرت لنا حالة نوستالجيا كده حلوة النهار ده جدا كان جزء كبير جدا من صناعة أجيال كاملة وتوجه أجيال كاملة من مصر ومن الوطن العربي أخيرا نتكلم عن الغلاف واتكلم عن اختيار حضرتك للغلاف لأن المحتوى الحقيقة ممتع جدا عشان أختار غلاف لمحتوى بهذا القدر من الإمتاع أكيد اتحيارت كتير أكيد بس كان لابد أن بعض الشخصيات الفارقة تتحط على الغلاف يعني أحيانا من أعمال أو بالشخصيات كان لابد أن أسامنا ركاشة يبقى موجود لأنه محطة مهمة جدا طبعا في الدراما التلفزيونية المصرية طبعا من أهم صناعة المرحلة ومن أهم صناعة الدراما المصرية بشكل عام بالضبط وكان مهم جدا أن أنا أحط مثلا من أحد المسلسلات زي ما لازم أحط رقفة الهجار لازم أحط عصفور النار على سبيل المثال لازم أحط من سبع جار الجو بتاعها يعني فيه حاجات أنا كنت شايف أنه مهم جدا أساسية تتحط ملامح فيها مع تكوين وتركيب ذكي عشان نتكلم عن الدراما التلفزيونية المصرية والعربية بشكل جيد وتقدم جرعة مهمة جدا وبرضو برضو بكرر تاني أن دي خطوة أولى أن احنا نتكلم عن المكتبة والدراما التلفزيونية والأعمال التلفزيونية المصرية لغاية دلوقتي المكتبة الخاصة بالدراما التلفزيونية والتلفزيون المصري تظل متوضعة لابد أن يكون هناك خطوات أخرى وإضافات أخرى وعندي حلم أنه إن شاء الله كمان من خلال عمل مصروعي أخر أن احنا نكمل المشروع ده وأتمنى أنه كمان كتاب أخرين يهتموا بالدراما التلفزيونية المصرية والعربية في الفتاة الجاية أنا سعيدة جدا أننا قبلت حضرتك النهاردة دكتور ياسر مرسي جدا على وجود حضرتك معنا النهاردة ومرسي على الكتاب وعلى المحتوى الجميل الشيق اللي حضرتك قدمته لنا من خلال صندوق العجاية شكرا لك وشكرا لجمهوركم كريم مرسي وستظل دائما وأبدا مصر هي الصانعة مصر هي صاحبة الريادة مصر هي الطعم واللون والإحساس والفرحة اللي دايما بتدهلنا من خلال الصناعة الدرامية ومن خلال الأعمال اللي بتتقدم من خلال فناننا من خلال كتابنا من خلال مخرجنا من خلال إعلامنا من خلال كل ما يقدم بصناعة مصرية وروح مصرية وطعم مصري كان معاكم رانيا السيد بشكركم في وحكا أنا وطبعا أتمنى أن احنا نكون أمتعنا حضراتكم النهاردة بحلقة مختلفة أنا على المستوى الشخصي نهاردة استمتعت جدا جدا بحالة النستالجا اللي كانت عندنا من خلال لقاءنا مع دكتور ياسر تابت والتكلمنا معايا النهاردة عن كتابه صندوق العجايب من الدراما إلى المقالب والفوازينة أشكركم واشوف حضراتكم على خير اشتركوا في القناة